موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ايكم يا شباب يا رب تكون بخير اليوم حبيب ان شاء الله بالنسبة لماس في كريت تيكس سنأخذ ان شاء الله مدن نوبر نين اول question معي هنا بقولي choose the correct answer وانا عندي negative 4 ولا 0 من هنا الغريتر فقولوا لا طبعا الزيرو لانا عندي الزيرو greater than in negative number البعدها هنا the first operation you perform in the expression 3 plus 5 minus 4 plus 2 multiply 3 to the power 2 فاول حاجة بخلصها يمين الpower او ال exponent الي عندي مين الي عندي اللي عندي letter d البعدها هنا بقولي the rule quarter for the set of data اللي عندي من هنا 72 64 77 79 بعد كده 63 76 75 and 60 اول حاجة هبدأ لاتيبهم from the least to the greatest اصغر حاجة عندي مين ال 60 بعد كده بعد 60 عندي مين تاني كده خلصنا من 60 في عندي من هنا 61 63 و 64 بقوله 61 63 بعد كده 64 اللي عندي هنا في 72 بعد كده 75 76 بقوله 72 75 بعد كده 76 والاخيرة مين ال 79 لا ده في عندي كمان 77 بعد كده عندي مين 79 بقوله 77 وكمان 79 اول حاجة لازم اعرفها هي ال medium الشيء ال واحدة من هنا مع واحدة من هنا 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 بصلاعي مين اللي 72 هي ال medium يبقى الـ values من أول هنا لحد هنا هما دول مين؟ أو هما دول هما هيبقى فيهم الـ lower quarter الـ lower quarter الـ value اللي موجودة عندي هنا في الميدل اللي ما بين مين؟ قالوا الله يشيل برضو واحدة مع واحدة فاضلي مين؟ قالوا 61 و 63 قالوا 61 و 63 اللي ما بينهم مين؟ قالوا الله ده اللي ما بينهم 62 عاوز أجيبها؟ هقولوا الله أنه هجمع الـ 61 plus 63 plus 63 ثانية 63 over مين؟ قالوا 2 لو جمحتهم هطلع لي مين؟ قالوا الله وإذا سمتهم على 2 النتج هطلع لي مين؟ قالوا 62 واللي ما بين 61 و 63 أصلا مين؟ اللي هو 62 البعدها هنا بقول لـ if y equals 7 plus 3x زين نقطة و 10 satisfies the equation يعني إيه؟ يعني معناه هنا ببعوز الـ value بتاعة الـ x قال لي إمتى؟ قال لي لما الـ y تكون موجودة بكام بـ 10؟ تمشيل الـ y وحط 10 فبقى تديه عبارة عن 10 equal to 7 plus 3 multiply x multiply mean x أو 3x طيب جميع؟ هقول أول حاجة إيه الـ value اللي أنا ممكن أحطها هنا؟ أبدأ أجرب شيل الـ x مثلا نحط مكانها 1 عشان النتج كله يطلع 10 فهو بقول له 3 multiply 1 قال لي دينا 3 بقى 3 multiply 1 plus 7 3 multiply 1 قال لي 3 plus 7 قال لي دي equal 10 يبقى هي على طول من الـ value بتاعة الـ x يبقى كام اللي هي عندي هنا بـ 1 البعداء هنا بقول لي the number of rational numbers lying between negative 1 over 4 and its opposite هايبقى كام؟ هقول له والله يا بابا infinite number ليه؟ أو infinitive number طيب بو السبب أول حاجة أن أنا عندي من هنا negative 1 over 4 ده rational number negative 1 over 4 واللي ما بينه الـ opposite بتاعه الـ 1 over 4 عاوز أعرف فيه كام number ممكن يكونوا بينهم قال له والله مثل دي أنا عندي هنا ممكن ألاقي hundreds أو ملائم مليارات من مين؟ من الأرقام موجودة عندي هنا اللي ما بينهم ليه؟ قال لي ممكن ألاقي والله عندي من هنا الزير صحة ولا لا الزير ما بينهم ممكن ألاقي عندي numbers تانية ازاي؟ قال لي لو أنا خليت ديمليتور هنا 10 زودت هنا 4 زودت هنا 0 زودت هنا 0 زودت هنا 0 زودت هنا 0 فأبص بقى هلا عندي هنا negative 9 over 40 negative 8 over 40 وهكذا هلا أعداد كبيرة ولو فضلت أزود هبص أعداد لا نهائية يبقى أنا عندي من هنا هقول له مين؟ اللي ما بينهم هما الاتنين هيبقى infinite مين؟ infinite number بعدها هنا بقول لي which of the following is not numerical expression numerical expression بابا يعني لازم يكون فيه numbers بس مفوش حاجة تانية طيب أنا عندي أول واحد قال لي 5x plus 3 ده فيه هنا مين؟ قال لي فيه هنا عندي x variable letter اه يبقى من هنا دي ما تنفعش يبقى دي مش هتكون ايه numerical expression يبقى دي عبارة عن algebraic expression اللي بعدها هنا بقول لي كم plus كم equal 12 multiply 5 plus 1 طيب أقول له أول حاجة أنا عندي أقول له 12 multiply 5 يدينا مين؟ اللي يدينا 60 تعايب جميل بنا عندي دي 60 وقول له plus 12 multiply 1 يدينا مين؟ اللي يدينا 12 يبقى بعد الأنصر عندي كم 60 plus 12 اللي هي عندي مين؟ اللي هي عندي دي اللي هي 60 و 12 فهمناها احنا جبناها ازاي؟ طيب يلا اللي بعده بعدها هنا question number 2 بقول لكم the smallest non-negative rational numbers is هقول له أصغر عدد مش negative اللي هو مين؟ قال له له أصغر عدد مش negative يبقى في نفس الوقت مش هيكون positive صحة ولا لا؟ قال له آه يبقى هو مين؟ قال له الله اللي هو الزيرو يبقى هو مين يا شباب؟ بقول له الزيرو طيب بعدها هنا بقول لي the variable form of q to the power 3 plus 1 هقول له والله أنا عندي من هنا ممكن أقول له كده k to the power the power 3 تمام؟ يبقى أقول له k to the power 3 to the power 3 هقول له كده added to 1 يبقى أقول له كده added to 1 بس كده اللي بعدها هنا بقول لي in the equation 5x plus 3 equal y the dependent variable أقول له dependent هو variable اللي يكون بعد equal اللي هو الوحده اللي هو عندي مين هنا؟ يبقى من هنا أقول له dependent variable اللي هو y البعدها بقول لي not is a solution of the inequality أنا عايز من هنا إيه اللي ممكن يكون هنا solution بتاع the inequality قال لي ده هنا x greater than negative 5 هو إيه greater than negative 5 قال لي أي عدد positive مثلا أكبر من أي عدد negative أي عدد positive ما له قال لي أكبر من أي عدد negative يبقى أنا من هنا ممكن أحط أي number آه ممكن تحط مثلا هنا 5 ممكن تحط 6 ممكن تحط 8 ممكن تحط 100 أي number هيكون صح اللي بعدها هنا بقول لي يبقى the value of the expression for l minus 2 for l equal 3 يعني معناها شيء اللي اللي وحط ما كانها 3 فهيبقى أضيع عبارة عن 4 multiply 3 minus 2 ف4 multiply 3 اللي بقى 12 يبقى 12 minus 2 يدنينا كام اللي equal 10 اللي بعدها هنا بقول لي the opposite vendagram the greatest command factor ده هنا أصلا ما فيش حاجة command بينهم هما اللي اتنين يبقى للجرس command factor اللي هو مين قال لي 1 بعدها هنا بقول لي the median of the following data which represented by the dot plot المedian هبدأ أشيل واحدة من هنا مع واحدة من هنا 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 مين قال لي اللي هي 5 البعدها هنا بقول لي negative 3 and 1 over 4 in the form A over B يعني عاوزي حولها من mixed number ل improper fraction هقوله أول حاجة بخلي الفور زي ما هي تحت والنغتف ده حبيب ما ليش دعوة بيه النغتف ده أهو النغتف هو وما ليش دعوة بالنميناتر خلي زي ما هو تحت أقول له 3 multiply 4 اللي يدينها 12 12 plus 1 يدينها 13 يبقى بقى لأنصر negative 13 over mean over 4 يبقى negative 13 over 4 فاهمناها إزاي البعدها هنا question number 3 بقول لي choose the correct answer لو أنا عندي 24,495 divided by 71 بقول لي equal 335 for remainder cam أنا بدل ما أعمل الدفجن دي يا بابا أنا ممكن أعمل حاجة أسهل إيه هي الملتبليكيشن العكس أقول له هعمل ده ملتبلاي ده فتبقى دي عبارة عن 345 ملتبلاي 71 جميل ليه قال لي عشان النتج اللي يطلع هشوف هو أقل من ده بقى ده أو ممكن يسويه يمكن أن أعرف مين فأقول له 5 multiply 1 equal 5 بعد كده أقول له 4 multiply 1 equal 4 كده 3 multiply 1 equal 3 بعد كده أحط 0 أقول له 5 multiply 7 equal 35 بكتبل 5 وتفضل معي 3 4 multiply 7 قال لي دينا 28 28 plus 3 قال لي دينا 31 بكتبل 1 وتفضل معي مين قال لي 3 أقول له بعد كده 3 multiply 7 قال لي دينا 21 لا ثانيا هنا قلنا ايه ماشي 21 21 plus 3 قال لي دينا 24 اعمل يا سيدة ايه منس أقول لنا عندي من هنا 5 و0 قال لي دينا 5 بعد كده 4 و5 يدينا مين قال لي 9 3 و1 قال لي دينا 3 بعد كده أقول له عندي من هنا ايه باه أو 3 و1 يدينا 4 وليه 4 و24 ما فيش حاجة يدينا برضه 24 4 و2 قال لي دينا 24 قال لي دينا 24 495 قال لي ده هي هي نفس الراقب من بان ساعد اقول له remainder mean قال لي remainder هيكون عند 0 بعدها بقول له انا عندي x-3 equal 5 then half x equal قال لي الاول اجيب ال value بتاعة ال x عشان اعوض بها هنا طب انا اعمل ايه هقول له كام minus 3 دينا 5 قال لي 8 يبقى وممكن اقول له negative 3 تروح الناحيات تاني بقى بصدل صيد يبقى منها ال x equal منها يبقى 5 plus 3 يعني equal 8 طب هو بقول له نعايز half x يعني equal half وشيء ال x وحط 8 اقول له multiply 8 فانا هعمل ايه اقول له half x او half 8 ال half بتاع ال 8 بيكام قال لي فوق نص ال 8 بيكام قال لي فوق او ممكن اعمل دي multiply دي فاقول له 8 multiply 1 قال لي دينا 8 فبقى دي عبارة عن 8 over 2 اللي هي برضو يدينا فوق للعداء هنا بقول له the mean of the data set 9, 19, 12, 10 is not طيب عشان اجيب المين بعمل ايه قال له الله some of the values over the number of values يعني بقى بجمع ال value دي كلها over mean their number فقلوا بمنا عندي من هنا 9T plus او هنا 9 الاول نقول له 9 plus 9T plus 12 plus mean قال لي 10 over هما كان value 1, 2, 3, 4 بول over 4 وجمع كل دول انا عندي من هنا 10 او اقول له الاول عندي من هنا 10 و9 قال لي دينا 19 19 و19 يدينا كب قال والله يدينا 38 يبقى دي بقت عبارة عن 38 plus mean قال لي plus 12 38 plus 12 يدينا مين قال لي يدينا 50 يبقى طلع لي كام قال لي 50 يبقى كل دي بقت عبارة عن 50 over 4 50 over 4 تطلع لي بكام قال لي عبارة عن 12.5 12.8 12.8 12.5 تمام كده شباب فهمناها ازاي نروح يلا الي بعده البعدها هنا بقول لي ايه الابسولد فاليو النيجتيف 3 and half ولا انا عندي من هنا 3 and 3.12 من هنا ال greeter قال لي اول حاجة بابا عشان اعمل ديت احول ديت ممكن زيها ازاي انا عندي هنا اول الابسولد فاليو النيجتيف هتطلع لي بقيه البوزاتيب فدي بقت عبارة عن 3 and half وعند من هنا 3.12 فقول لنا عندي 3 and half يعني ايه قال لي والله يعني 3.5 صح ولا لا يعني دي عبارة عن 3.5 طب 3.5 ولا 3.12 من ال greeter قال لي عشان بابا اعمل هنا compare لازم يكون عندي هنا في 2 numbers زيها زي دي ما عندها 2 numbers طب عن عندي هنا 1,2 طب هنا مفيش حاجة لوان بس اللي حط 0 بقى 3.50 ولا 3.12 قال لي لا ده 3.50 يبقى الانصر عندي مين هتكون letter A البعدها هنا بقول لي the equality that represent by the opposite number line in the set integers as type هو انا هنا بابا عندي ايه قال لي اذا عندي هنا وافع عندي 2 يبقى التو هاخدها معاي جميل قال لي جميل طيب التو هاخدها معاي هاخد انهي واحدة هقول له انا عندي من هنا x greater than 2 ولا x هنا less than 2 ولا انهي واحدة فيهم قال لي اول حاجة ده كل numbers ده هي لو انا افترضت هنا 2 فكل numbers دي ما لها greater than 2 وفي نفس الوقت واخد معاي 2 ليه لان اعملها هنا closed يبقى التو هتكون معاي يبقى لازم يكون فيها equal طيب كل النمبر دي اقل من 2 يبقى المفروض ان انا اقول له ان ال x less than 2 وطالما هي ده close يبقى اقول له equal يبقى بقت الانصر عندي مين هقول له x less than or equal to اللي بعدها هنا بقول له the best subset of the أو of the number negative 2s هقول له افضل حاجة لل negative number اللي هو عبارة عن مين ال integer افضل subset اللي هو هتحط فين اقول له والله ال integer فهمنا كده ازاي بعد كده بقول له انا عندي من هنا 3 over 4 minus 1 over 11 هقول اول حاجة بقى اعمل اتنين دول multiply في بعض فهقول له 4 multiply 11 يدينا كام قال له والله 44 يبقى انا عندي هنا 44 واقول له minus والنحية التانية برده هنا 44 هقول له بعد كده 11 multiply 3 قال لي دينا 33 فبقى 33 minus 4 multiply 1 يدينا مين قال لي دينا 4 بقى تكون دي ديميتر شبه بعضها هحط ديميتر زي ما هو 44 وقال له 33 23 minus 4 يدينا كام قال لي دينا 29 يبقى بقى الانصر طلعت عندي كام 29 over 44 question number 4 عندي هنا بقول لي ايه answer the following questions بقول لي one time one hundred sixty one one hundred sixty one soil symbols were sent into equal groups to twenty three levels واللي how many soil symbols were sent to each club هوا هين عمل ايه قال له والله دينا عندي one hundred sixty one soil symbols وبقول لنا هارسمه المينة قال له والله twenty three labs فعاوز يعرف كل lab خد قد ايه يبقى انا هعمل ايه اللي هعمل ديفايد هقوله يبقى عندي من هنا one hundred sixty one divided by twenty three طيب يسيد ايهو نعمله عن طريق long division اقول له عندي one hundred sixty one divided by twenty three اقول له كام multiply two hundred sixty three دينا one hundred sixty one ليه انا هاخد two numbers sixteen divided by twenty three مش هينفع تبقى اعملي قال له الله ممكن ااخد two numbers اقول له اخد three numbers اقول له كام بقى multiply two hundred three ابدأ اقرب يا عصن اقول له مثلا two hundred three multiply five وقرب كده two hundred three multiply five يالله اقول له three multiply five يددينا 50 لا بوس انا عايز عادت هنا اول one فانا ايه اللي هنا ممكن يدينا اول one هاجرب كده انا عندي من هنا لو قلت three multiply five يدينا 50 لا تبقى دي ما تنفعش طيب لو قلتها مثلا multiply six three multiply six قال له يدينا 18 ال 18 برضه ما تنفعش طيب اعمل ايه قال له مثلا جرب seven three multiply seven قال له يدينا 21 قال له ده الone هو اللي هتكتب اول حاجة خلاص يبقى انا هي دي ايه هي دي اللي تنفع تمام كده يا شباب طيب يبقى عندي هنا اقول له كل ده multiply مين is seven three multiply seven يدينا 21 بكتب الone نتفضل معاية two two multiply seven قال لي دينا 14 ومعاية two قال لي دينا مين قال لي 16 يبقى بقت الانصر كام قال لي seven قل له seven multiply 23 دينا مين قال لي دينا 161 اعمل مينس تطلع علي بزيرو يبقى بقت الانصر عندي كام اهيه بقت الانصر عندي من هنا 23 23 ايه بقى هقول له والله كده سايل سامبلز ايه اقول له 23 سايل ها سامبلز تمام كده يا شباب فهمناها ازاي طب اللي بعدها هنا بقول لي arrange in ascending او in descending order طيب عشان اعمل in descending يبقى لازم اعرف the greatest number تم من هنا ال greatest انا عندي هنا negative eight ده negative number عندي هنا negative seven بس دي قوة absolute value ما نساش يبقى طالما absolute value يبقى لازم اعمليه اي حاجة جواه negative هتبقى positive فال absolute value negative seven قال هتبقى في seven وهنا two و zero بعد كان negative negative five فانا اكبر حاجة مين هقول له والله لا ده ال seven اللي هي اصلا كان اصلها اللي هي absolute value negative seven بنا عندي هنا absolute value negative seven ده اكبر حاجة طب اللي بعدها مين بقى اللي قال لي منها شوية قال two ده positive اللي قال منه شوية قال zero طيب بعد كده المفروض ان انا باختاري الاصغر ما انا ببدئ descending يعني descending from the greatest to the least وانا نزل تحت يعني من الكبير للصغير هبص اكبر حاجة قلنا هنا absolute value negative seven بعد كده و بعد كده الزير ال negative five ولا negative eight مين هنا قال لي والله يا مستر ده انا عندي number كلما ال value بتاحته او كلما الرقم يبقى كبير في negative كلما ال value بتاحته مالها بتبقى قليلة طيب انا عندي من هنا بابا هيكون الانصر كام قال لي والله ده انا عندي هنا absolute او negative ten هي اللي هتبقى مين اصغر من negative five ليه؟ لانه هي كبيرة يبقى ال value بتاحتها صغيرة يبقى انا عندي من هنا اقول له negative eight وبعد كده عندي مين في الاخر اللي negative five ما عمناها كده ازاي شباب؟ اللي بعدها هنا عندي بقول لي ايه؟ بقول لنا عندي هنا from the opposite paragraph answer the following questions بقول لي write the statistical questions you have been asked to this paragraph طيب يا سيد احنا عايزين هنا question ممكن احطه على مين عشان الpargraph ده؟ فانا من هنا اقول له ال question اللي انا ممكن احطه ايه؟ قال لي والله ده انا بدا بيديني هنا number صح؟ عشان ده bar graph يبقى بساني عن number يبقى انا من هنا هقول له اول حاجة how many ده اول حاجة هقول له ايه؟ how many طب how many ايه؟ هو اصلا يا بابا الpargraph ده بتكلم علي ايه؟ قال له والله the number of students passed the monthly quiz in each subject قاتلني واخد الجملة ده هي كتبها هنا فقول له ايه؟ هقول له how many number اهو how many number of students تمام؟ هقول له ايه بقى past the monthly the monthly quiz in each subject تمام؟ كده يا شباب in each subject وبعدها بقول لي how many students passed in math quiz اشوف بقى من هنا كام واحد هنا passed في الماس خلي بالك بقى معي اقول له والله انا عندي من هنا الماس كوز ادي اول واحد اللي هو يصد هنا مين؟ ده دي 70 خلي بالك معي دي هنا من 70 ما احنا ممكن نمسح دية ونكتبها تحت هنا اقول له in each اقول له والله ايه؟ اقول له كده in each subject نكتبها هنا ما فيش مشكلة يلا اللي بعدها بقول لي هنا كام واحد بقى في الماس اقول له والله انا عندي هنا كام واحد بقى في الماس كلاس او في الماس كوز اقول له هنا وصاتهم كام اللي 70 بقول له 70 واقول له 70 ايه؟ students تمام كده يا شباب 70 ايه؟ students بعدها بقول لي how many subjects at least 60 students passed ذا كوز يعني هو عايز يعرف بسأني على المواد اللي بقول لي اللي حاجة فيها كان 60 طبعا انا هشوف هنا 60 اهي يا بابا كل دا قصاد 60 قال لي كام مادة قال لي حاجة فيها 60 قال لي دا عندي هنا بسأني على عدد المواد ال subjects فانعندي من هنا الماس ادي كده وان وعندي دي ال English ادي كده 2 وعندي social ادي كده 2 او كده 3 يبقى عندي كلهم كام مادة اقول له 3 3 ايه؟ هقول له والله 3 subjects تمام كده يا شباب طيب يبين اللي بعدها بقول لي من هنا which subject has the lowest number of the students بها قال لي مادة الناس عدد فاللي هي مين قال له والله اللي عندي من هنا اللي هي الساينس يبقى قال لي مادة اللي هي مين هقول له الساينس تمام كده يا شباب فهمناها ازاي البعدها هنا بقى question number 4 اخر حاجة معانا هنا بقول لي if the ticket of interning a car park is 25 يعني انت بس عشان تركنا عربية هتدفع 25 بقول لي and LE for each hour you spend طيب وكل ساعة انت هتخشها هتدفع وكل ساعة هتفضل قاعد فها كم هتدفع 10 hour او عصد كل ساعة هتدفع فهمين اللي 10 LE فبقول لي right an algebraic expression to represent the relation between the total cost and the number of hours طيب اول حاجة مشان هتدفع 25 dollars 17 اللي اه يبقى هكتب 25 تمام قال لي تمام وقول له plus بقول لي انا في كل ساعة هتفع كم قال لي 10 يعني كل ساعة هقول له والله هنا افترض مسلا الساعة ديت عبارة عن H طيب نفترض يا مسلا هاد مسلا ساعتين يبقى له والله 10 multiply 2 طيب لو هاد في ثلاث ساعات يبقى له 10 multiply 3 دي اه يبقى انا هنا كل مرة هافترض ان مكان الساعة ده H يبقى اقول له هنا 10 plus 10 multiply H هقول له كده هو بقى where H اهو تيتني كتب له بقى كده هو where H ايه هو ال H ده هقول له والله is number يبقى انا اقول له هنا ال H ده number of hours يبقى ال H ده عبارة عن مين يا بابا عدد الساعة فبقول لي اللي بعدها what is the total cost of spending five hours in the park هقول له والله يا دوبك يعني five hours يعني شيل ال H وحط مكانها five او شيل اللتر اللي انت حطه يعني وحط مكانه five طيب ما انا هقول له twenty five plus ten multiply five ليه؟ قال له شيل ال H وحط مكانها five فبقى twenty five plus ten multiply five لازم اخلص الملتبليكيشن الاولي عسل ما حدش يقول له هعمل plus وبعد كده عمل multiply ما تبقىش غبي يبقى انا هنا اول حاجة خلص الملتبليكيشن اقول له ten multiply five اللي يدينا 50 بقى twenty five plus 50 يدينا كام اللي 75 وقول له 75A وقول له والله LE ده تمام من ده التكلفة يبقى لازم تكون ايه بالجنيه فعملناها كده ازاي شباب ونكون بكده ان شاء الله خلصنا موديل number nine وانتظرنا ان شاء الله في الساعة اللي جاية وموديل جديد لو عقبك الشرح انتنساك تدعمنا بلايك وكمن سبسكرا في القناة واشوفكم على الخير ان شاء الله في الساعة اللي جاية مع السلام اشتركوا في القناة 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 شكرا